لم تتمكن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب السنة الماضية من تحقيق سيطرة أمنية تامة في أفغانستان تنهي الهجمات التي تتمنها حركة طالبان طالبان جدتت هجماتها على مدينة غزنة بأعنف هجوم تنفذه الحركة منذ مدة طويلة هجوم كشف مدى هشاشة الإجراءات الأمنية لحكومة أشرف غني وعجزها عن منع هجمات بهذا الحجم كما كشف عن قدر كبير من الحاجة إلى مراجعة الخطة الأمريكية التي أطلقها ترامب فالرئيس الأمريكي ضاعف قبل سنة عدد العسكريين الأمريكيين في أفغانستان معلنا بذلك تمديد الحرب الأطول في تاريخ الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى بعدها داوم البنتاجون على التصريح بأن الأوضاع الأمنية في أفغانستان تتحسن باستمرار بل إن قائد قوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أفغانستان الجنرال الأمريكي جون نيكلسون توقع أن تبسط الحكومة الأفغانية سيطرتها على ثمانين بالمئة من الأراضي الأفغانية خلال عامين فقط حدث هذا بينما كانت الأوضاع على الأرض تأخذ منحا آخر فليست حركة طالبان وحدها التي تشن الهجمات فتنظيم الدولة أعلن عن قوته هو الآخر في الأيام الأخيرة بسلسلة من الهجمات كان أكثرها عنفا الهجوم الذي استهدف مدرسة في حي شيعي بكابول وخلف 37 قتيلا على الأقل وأعلن التنظيم مسؤوليته وبحسب محللين فإن طالبان تستعرض قوتها رغم ما تتعرض له من ضغوط من أجل إجراء مفاوضات مع الحكومة لا سيما أن استراتيجية ترامب في أفغانستان تهدف إلى إرغام الحركة على الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الحكومة الأفغانية فالحركة تريد التفاوض بشروطها لا بشروط أمريكية ولذا فهي تعمد إلى فتح جبهات عدة مع القوات الأفغانية الحكومية بهدف إنهاكها وإضعافها ودفعها إلى القبول بشروط الحركة في أي تفاوض قادم فهل تعلن واشنطن فشلها في توجيه الأحداث لصالحها في أفغانستان؟ ترجمة نانسي قنقر